انا في اعتقادي هذا الاعلان يدل على امرين يدل على ان الولايات المتحدة الامريكية تتوقع ربما مزيد من الهجمات من الحرس السوري الارهابي على بعض السفن لان الفترة القادمة كما تحدث الرئيس دونالد ترامب اليوم قال ان الفترة القادمة سوف يكون هناك عقوبات جديدة وعقوبات اشد وسوف تتعرض ايران لمزيد من العزلة كانت تراهن ايران في الفترة الماضية على الاوروبيين انا في اعتقادي بعد اجتماع لجنة المحافظين او مجلس المحافظين في الوكالة الدولية والاقرار بان ايران تجاوزت حدود الاتفاق خمسة زائد واحد سوف تنسحب في نهاية المطافة الدول الاوروبية السلاس وهي المانيا وبريطانيا والمانيا من هذا الاتفاق لذلك تتوقع الولايات المتحدة الامريكية ان يكون هناك مزيد من الاستفزازات الايرانية بشأن النفط هذه واحدة الامر الاخر مجرد الاعلان يعني ان الولايات المتحدة الامريكية تأكدت ان هناك على الاقل الحد الادنى من الدول التي سوف تشارك في هذه الالية او في هذا التحالف البحري انا في اعتقادي هذا التحالف لن يضم فقط الولايات المتحدة الامريكية ولا حتى بريطانيا وفرنسا ودول المنطقة فقط لكنها قد يضم دول بعيدة تخيل دولة مثلا مثل اليابان بتستورد حوالي 90% من نفطها من منطقة الخليج دول اخرى مثل الهند وجنوب الكوريا الجنوبية لذلك حتى يمكن لدول بعيدة مثل اندونيسيا وماليزيا ان تدخل في هذا الامر لانها ايضا تعتمل على الطاقة القادمة من منطقة الخليج هذه واحدة وانا بالفعل منذ اسبوع او عشرة ايام قدمت ورقة متكاملة لشكل هذه القوة الاقرب لتشكيل هذه القوة سوف يكون امرين الامر الاول شكل ما سمي بقوة صوفيا معروف ان الدول الاوروبية عندما كانت تجاه بها السفن القادمة من السحل الافريقي تجاه اوروبا فكروا في انشاء ما سمي بآلية صوفيا هذه الالية كانت بتمنع من دخول هذه السفن التي تحمل مهاجرين غير شرعيين وتجار البشر وغيرهم من دخول المياه الاقليمية للدول الاوروبية ربما باعددهم للسحل الافريقى والليبي او محاولة مساعدتهم من الاغراق هذه هي ربما تكون الشكل الاولي ايضا جابها المجتمع الدولي من قبل قضية القرصنة عندما ادخل البحر الاحمر عندما كان هناك الواضع غير مستقر بشكل كبير جدا في الصومال ونجح ايضا مجتمع الدولي من خلال ارسال مجموعة من السفن في وقف ظاهرة القرصنة وانتهت بشكل كامل اذا المجتمع الدولي في ذاكرته اكثر من تجربة يمكن تطبيقها في الخليج العربي ايضا الدول او في اعتقاد الدول المرشحة للمشاركة في هذه القوة هي دول كبيرة وذات سمعة كبيرة سواء في المجال العسكري والبحري او حتى في المجال الاقتصاد وبالتالي انا اتوقع هذا القوة سوف تنشأ وسوف تنجح بشكل كبير للغاية وسوف تشكل درع رضع كبير جدا وحماية كبيرة جدا لسفن التي تحمل بترول او غير البترول واعتقد التصور الامريكي جاهز وربما فقط الاعلان عن الدول او عن مساهمة الدول هو من سيعلم فقط خلال الايام القادمة